أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني ثانوي نظام المسارات في لقاء جديد مع مادة الفنون أعزائي الطلاب والطالبات اليوم موضوعنا يعتبر في الفرع الثالث من فروع الفنون التي تناولها هذا المقرر وطبعاً هذا الفرع الذي هو في الفن الأدائي سنتعلم اليوم إن شاء الله عن الإنتاج في الفن الأدائي بداية مع هذا الدرس نريد أن ننتقل إلى مقدمة هذا الدرس فعندنا مدخل للفن الأدائي فقد استخدم الإنسان جسده للتعبير الأدائي منذ العصور القديمة عادة الإنسان حينما يحاول أن يتواصل مع الناس فإنه يستخدم التعبيرات الحركية عن طريق مثلاً تعابير الوجه وعند تعابير حركة اليد وحركة الجسم وفي المناطق التي تكون شاسعة ومتباعدة يغلب على أهل وسكان هذه المناطق أن تكون لديهم حركة الجسد وحركة اليد مدعمة للكلام الذي ينطقونه لماذا؟ لأنهم يبتعدون كثيراً عن بعضهم البعض فيعتقد الشخص المتحدث أنه بحاجة إلى إضافة بعض الحركات التي تعزز الكلام الذي يقوله أيضاً في الفنون هناك طبعاً أسلوب الفن الأدائي الفن الأدائي يعتمد على الصوت على نبرة الصوت أيضاً على طريقة إخراج الحروف وأيضاً على طريقة طبقات الصوت التي يلقيها الشخص المتحدث من أجل التأثير على الشخص المستمع أو على المشاهدين أيضاً يعتمد على حركة الجسم أو حركة الجسد بصفة عامة مثل حركات الأطراف وتعابير الوجه إيماءات وإيحاءات واحتزاز الرأس وحركة الرقبة أحياناً حركة الجذع والجسم بالكامل سواء كان في أدوار تمثيلية أو حتى في الحياة الواقعية أو حتى في أداء مثل الرقصات الشعبية والأهازيج التراثية التي توجد في المملكة العربية السعودية أو في أي نوع من الثقافات الأخرى حول العالم نعود أعزائي الطلاب والطالبات إلى مدخل الفن الأدائي فتعود البداية الأولى إلى العصر الإغريقي اللي هو العصر اليوناني حيث يتبلور فن المسرح وتطور عبر التاريخ وصولاً إلى تشكيل مفهوم الفنون الأدائية التي نعرفها اليوم وقد توارثت الحضارات هذه الفنون الأدائية عبر أجيالها كموروث ثقافي يعني عندنا في العصر الإغريقي تبلور المسرح وأصبح هناك يعني عندنا من مئات السنين بالألاف السنين هناك المسرح ظهر وظهر أيضاً من أجل طبعاً الفنون الأدائية لو ننتقل إلى الشريحة سنشاهد عندنا صورة هي موجودة طبعاً لديكم في الكتاب لمسرح ديونيسيوس هو طبعاً يعتبر من أقدم المسارح ويقع في أثينا لو نشاهد الآن هذا المسرح مكان العرض يقع في الأسفل في الوسط أما الأماكن هذه الشبه مستديرة التي تقع أسفل الصورة هذه طبعاً أماكن جلوس المشاهدين أو الجمهور أو أشخاص الذين نسميهم المستفيدين من هذا العرض المسرحي قد يكون هذا العرض طبعاً لبعض المهارات القتالية قد يكون أيضاً لبعض الفنون الأخرى في التعامل مثلاً مع بعض الحيوانات أو ترويضها أو حتى الحيوانات المفترسة قد يكون بعض العروض الأخرى أو حتى عروض أدائية مثل أداء بعض الأهازيج أو الغناء حتى أي شيء يتعلق بالتأثير على المشاهدين في الحركات الأدائية أو حتى في الصوت والنغمات والنبرات الصوتية عندنا طبعاً لو تأملنا مرة أخرى هذا المسرح سنجد أنه مصمم بطريقة الجميع يستطيع مشاهدة هذا العرض الأدائي والجميع يصل إليهم الصوت بنفس الدرجة وبنفس الطبقة وطبعاً هذا يدل على مهارة الإنسان منذ القدم في التعامل مع مثل هذه الفنون وهذا الفرع تحديداً وهو فرع الفنون الأدائية عندنا بعد ذلك أعزائي الطلاب والطالبات الموروث الموروث طبعاً هو الرابط الأصيل بين الماضي والحاضر والمستقبل حيث يرثه الأبناء عن الآباء ثم بعد ذلك يورثونه إلى الأجيال الأخرى الموروث طبعاً هو الماضي الموروث هو الماضي الذي انتقل إلينا اليوم والذي سيتم إضافة شيء منه في حاضرنا وبالتالي حاضرنا في المستقبل سيكون موروثاً شعبياً للأجيال القادمة وهكذا جيلاً بعد جيل كل جيل يرث ثقافة من جيله السابق أو من الجيل الذي سبقه ويطورها ويحسنها أيضاً يضيف إليها بعض الأمسات أو المهارات في أي مجال من المجالات واليوم نحن نتحدث في الفرع الثالث وهو الفنون الأدائية طبعاً لو كملنا قراءة النص طبعاً يرثه الأبناء عن الآباء من فنون تصدر من الوجدان فلا حضارة دون تراث لأنه يمدها بالحياة الخاصة إذا كان متجذراً في أنفس الناس كفنون المملكة العربية السعودية التي تعتبر بمكوناتها الطبيعية ترية بالتنوع والإبداع عندنا في المملكة العربية السعودية طبعاً فيه تنوع جغرافي في الطبيعة وفي التضاريس عندنا المناطق الجبلية وعندنا المناطق الساحلية كذلك عندنا السهول وعندنا هضبة نجد عندنا أيضاً الخليج العربي عندنا شمال المملكة وجنوب المملكة كلها أماكن مختلفة في طبيعتها تضاريسية وبالتالي تؤثر أيضاً حتى على السكان الذين يعيشون فيها فلذلك يظهر عندنا في المملكة العربية السعودية ثقافات مختلفة ومتنوعة من حيث الفنون الأدائية تختلف في الإيقاعات في الأصوات أيضاً في طريقة ترديد الأهازيج كذلك حركة الجسد تختلف من منطقة إلى منطقة بسبب طبيعة المنطقة يعني الأشخاص أو الناس الذين يعيشون في المناطق الجبلية لديهم رقصات ولديهم حركات تتناسب مع صعوبة وعورة تلك المناطق الجبلية أيضاً الناس الذين يعيشون مثلاً في السهول أو في الأماكن المفتوحة والمبسطة لديهم أيضاً حركات تتناسب مع هذه المناطق أو هذه الانبساط هذه المنطقة فقد تكون تتميز مثلاً بالسرعة أو بالراحة أو حتى بمد النظر على حسب تأثير البيئة في الإنسان الذي يعيش فيها واليوم نحدث عن الفنون الأدائية وبالتالي فإن الإنسان الفنان يتأثر أيضاً بالبيئة التي يعيش فيها وحينما يعبر عن مشاعره لابد أن تكون هذه المشاعر مرتبطة بطريقة ما بالبيئة التي يعيش فيها نعود لإكمال قراءة النص أو عن الموروث فيه عندنا طبعاً في هذا الموروث عندنا طبعاً نسميه نظرة في الماضي فقد آنس أجدادنا حياتهم منذ القدم بالأهازيج والحركات الإيقاعية فهم يتغنون بوطنهم في سفرهم وإقامتهم طبعاً الأجداد لهم أهازيج كل منطقة مثل ما ذكرت لكم قبل قليل يوجد فيها ثقافة تختلف عن الأخرى بسبب طبيعة هذه المنطقة أيضاً طريقة اللحن طريقة الأداء تختلف حتى نبرط الصوت تختلف من الصوت الجهور إلى الصوت الحاد أو إلى الصوت الغليظ كلها طبعاً تختلف باختلاف المنطقة التي يعيش فيها الإنسان وبالتالي فإن أجدادنا كان لديهم لكل مناطق طبعاً مجموعة من الفنون الأدائية كذلك هازيج يرددونها تدل على فخرهم بأوطانهم والأماكن التي ينتمون إليها في السابق كما في اليوم ينتقل الإنسان من منطقة إلى أخرى من أجل كسب العيش من أجل العمل من أجل البحث عن الرزق ولكنه لا ينسى ماضيه ولا ينسى الموروث الذي ينتسب إليه لا ينسى هذه الثقافة وبالتالي فإنهم يمارسون هذه الثقافات الحركية الأدائية وكذلك أدائية من ناحية الصوت وأدائية من ناحية الحركة طبعاً يمارسونها حتى لو انتقلوا إلى منطقة أخرى في مناسباتهم سواء كانت مناسبات دينية أو أفراح أو مولود أو زواج أو غيرها من المناسبات الأخرى وهذا يعتبر من الموروث الثقافي الذي ينتقل من منطقة إلى أخرى وبالتالي حينما ينتقل الإنسان من مكان إلى آخر سيجد أن أمامه ثقافة مختلفة سيتعلم هذه الثقافة ويتعرف عليها وأيضاً سيفخر ويعتز بثقافته وبالمنطقة والبيئة التي أتى منها وسيظهر هذه الثقافة في فنونه الأدائية سواء في أداء الصوت أو في أداء الحركة نكمل معاً في هذا النص وتطرب الإبل لحدائهم وتردد الجموع أصواتهم الشجية في أوقات الحصاد وفي الأعياد ويتمايلون فخراً في أداء رقصات الشجاعة طبعاً الأصوات الشجية والأداءات المختلفة بألحانها وأهازيجها والقصائد التي تردد لها دائماً مناسبات مثل ما ذكر في النص المكتوب طبعاً هذه الأداءات قد تكون حركية أحياناً يحمل فيها السيف وهي تعبر عن الشجاعة وعن الإقدام وأيضاً اعتزاز بالمكان الذي ينتمي إليه هذا الإنسان أيضاً تعبر عن القدرة على الدفاع عن هذا المكان هناك أيضاً استخدام آخر غير استخدام مثل السيف أو الخنجر أو الجنبية تستخدم مثلاً عند المزارعين بعض الأعواد من أجل موسم الحصاد هنا في موسم الحصاد يستخدمون بعض الأعواد حتى يضربون بها مثلاً حبوب القمح أو الذرة أو غيرها وبالتالي تنفصل هذه البذور أو هذه الحبوب عن أصل الشجرة أو النبتة التي نمت فيها ثم بعد ذلك يقومون بتنظيفها وتحويلها إلى دقيق أو أي فائدة نفعية للإنسان فهنا يساعدون بعض الناس يساعدون بعضهم البعض بترديد هذه الأهازيج مع بعض الحركات الإيقاعية والرقصات من أجل التغلب على الملل ومن أجل التغلب أيضاً على صعوبة العمل فمع ترديد هذه الأهازيج ومع بعض العبارات التحفيزية أو القصائد أو بيئة الشعر التحفيزية والتشجيعية فإن الجميع سيعمل وسيكون لديهم همة سينسون التعب سينسون أيضاً الملل من تكرار نفس العملية وتتحول إلى شيء ممتع تتحول إلى رقصة شعبية وفي نفس الوقت أداء للعمل أيضاً قد تكون هذه القصائد الشعبية أو القصائد التحفيزية من أجل الاعتزاز بالمكان وبالبلد الذي ينتمي إليه هذا الإنسان من أجل أيضاً تحفيزه للدفاع عنه أو الاستعداد لأي شيء آخر كما كان يحصل في الماضي عندنا أيضاً قال أنه تطرب الإبل لحدائهم طبعاً هناك فن من الفنون الأدائية يسمى الحداء وطبعاً هذا الفن يرتبط بالإبل أعزائي الطلاب والطالبات طبعاً هذا الارتباط يعتبر من الارتباطات الوثيق أنه الإنسان يكون فيه علاقة بينه وبين الحيوانات مثل الإبل هنا يكون فيه علاقة نسميها نوع من العلاقة ترتبط راعي الإبل بنفس الإبل لو عدنا إلى الشريحة أعزائي الطلاب والطالبات عندنا في التالية أعزائي الطلاب والطالبات تؤثر البيئة في أداء الإنسان حيث أن أبناء الجبال تجد فنونهم في الغالب تؤدى وهم وقوف كالمجارير المجارير طبعاً هي التي في بادية مكة يوجد منطقة في مكة المكرمة في بادية هناك عندهم فن من الفنون يسمى المجارير هذا الفن أعزائي الطلاب والطالبات يعتبر من الرقصات الشعبية وله ألحان مناسبة وله أداءات جميلة ورائعة جداً هذا الفن من الفنون العريقة في منطقة مكة المكرمة في البادية تحديداً وأيضاً يوجد مثله في مدينة الطائف عندنا أيضاً لو تحدثنا عن الخطوة أو القزوعي في الجنوب طبعاً هناك نوع آخر من الرقصات الشعبية ينتمي هذا النوع إلى المنطقة الجنوبية في الخطوة طبعاً لها حركة معينة ومن اسمها خطوة معتنا فيها حركة بي القدم يعني خطوة إلى الأمام ثم خطوة أخرى إلى الخلف وهكذا خطوتين للأمام وخطوة إلى الخلف في حركة متناغمة يكون فيها صف من الرجال لا يقل عن عشرة وربما أكثر طبعاً على حسب عدد الأشخاص الحاضرين في هذه المناسبة هناك فن القزوعي أيضاً يعتبر من الفنون التي تدل على الشجاعة ويعتبر من الفنون التي تدل على الإقدام وعلى الرشاقة فيظهر هنا شباب القبيلة فروسيتهم وشجاعتهم وقوتهم البدنية وأيضاً سرعة انطلاقهم وانقضاضهم سواء للدفاع عن المكان الذي ينتمون إليه أو حتى في الدفاع عن إذا حصل أي شيء من الأشياء الأخرى التي كانت تحصل في الزمن السابق عندنا أيضاً السهول تجد السامري فن من الفنون الأدائية يسمى فن السامري يؤدى بشكل جالس كذلك طبعاً هذا تأثير البيئة الذي ذكرته لكم قبل قليل فن السامري عزي الطلاب والطالبات يؤدى أداءاً صوتياً جميلاً متناغماً طبعاً والأشخاص الذين يؤدون يكونون في حالة الجلوس أما فنون البحر مثل الفجري والينبعاوي طبعاً تكون مرتبطة ببعض الآلات الموسيقية مثل السمسمية وهناك إيقاعات للدفوف والطبول ولعل أصالة وآداب وفنون بلادنا تشعرنا بأهمية هذه الفنون الأدائية فمن هذه الأرض عزي الطلاب والطالبات انتقلت فنون كثيرة منها على سبيل المثال فن الحداء هذا الفن طبعاً من الفنون المهمة عندنا في بلادنا الآن عزي الطلاب والطالبات نتحدث أو نشاهد معاً مقطع جميل عن فن المجرور في المملكة العربية السعودية في هذا الوطن الرائع والمعطاء لنشاهد ماذا في وطننا عن فن المجرور فن plang نتحدث أو نغلو بعد anne aban كما تشاهدون أعزائي الطلاب والطالبات طبعا فيه أداء معين صوتي يردد فيه يا لا 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 بلحن معين وبنبرد صوت معينة هذا تأثير صوتي طبعا يشد المستمعين ويجعلهم يشعرون بجمالية القصيدة التي تستلقى بعد التمهيد لهذا الرتم أو هذا الإيقاع عندنا طبعا لهم أزياء خاصة ولهم ملابس خاصة يرتدونها كما نشاهد في هذا المقطع لنكمل معا مثل ما هو مكتوب طبعا يقام في المناسبات والأعياد والمهرجانات التراثية والثقافية يوجد عنصر من العناصر المهم وهو الدف وأحيانا يكون فيه طبول لكن ما نشاهده هنا في الصورة هو الدف طبعا وكذلك الزي الخاص الذي يرتدونه المحزم وأيضا العقال المقصب والأشياء الشعبية والملابس الشعبية التي تعزز الانتماء إلى المكان الذي خرج منه هذا الفن نكمل معا طبعا كما تشاهدون أن الزي يعتبر بشكل مفصل وشكل خاص هذه الثياب مع الحركة الأدائية للإنسان حينما يتحرك ويرقص عند الدوران فإنها تعطي مساحة وتفتح الثوب بما يعطي حجم أكبر وبالتالي يعطي شعور بالهيبة والقوة يشعر المشاهدين بقوة الأداء والحركة أيضا عملية ربط الشماغ أو الغطرة على الرأس وهذه تدل أيضا على الاستعداد والتجهز للحركة القوية دون أن يفقد الإنسان أي شيء من تجهيزاته سواء كان في المحزم الذي يرتديه أو حتى في شماغه وعقاله المقصب وأيضا حتى في الثوب لنكمل معا أعزائي الطلاب هذا المشهد كان هذا أعزائي الطلاب والطالبات من المشاهد الجميلة التي تشرح فن المجرور بشكل رائع وجميل كذلك يمكنكم الاطلاع على المزيد من هذه الصور وفيديوهات عبر الإنترنت طبعا كتابة فن المجرور في مكة المكرمة أو في مدينة الطائف وستشاهدون المزيد والمزيد عن هذا الفن طبعا لو تلاحظون هنا في حركة الدفوف وكذلك الزي تجمع الأفراد مع بعضهم البعض تدل على وحدة الكلمة ووحدة الصف الاعتزاز والافتخار بالانتماء لهذه المجموعة من الناس أو لهذا المكان نكمل معا الشريحة التي تليها أعزائي الطلاب والطالبات في عندنا هنا اللي هو برومو سريع طبعا للقناة الثقافية السعودية لبرنامج إيقاع الحياة طبعا هذا برومو في هذا البرومو عزائي الطلاب في مختلف الثقافات في المملكة العربية السعودية في ثقافة من جزان في ثقافة من شمال المملكة في عندنا أيضا الدحة الشمالية في عندنا كذلك ثقافة من منطقة الخليج أو من جهة الأحسى كل هذه الثقافات تدمج بشكل سريع وتعطينا صورة عامة وشاملة على الفن الأدائي في المملكة العربية السعودية طيب ننتقل الآن إلى المعلومة الإثرائية المهمة جدا اللي هو حد الإبل أي ساقها أو حد الإبل اللي هو ساقها وحثها على السير بالحداء ولها قصة جميلة سنشاهدها في المقطع التالي لاحظ هنا عزيزي الطالب عزيزي الطالبة صوت الحداء وعلاقته بحركة الحيوان على حقه بحركة الجمل في هذا المقطع لنشاهد الآن ونستمع إلى قصة الحداء التي بدايتها التاريخية ومعرفتها ليس غريبا على العربي أن يمتد في فنونه إلى أعماق التاريخ فهو الأصيل الذي تلون جسده بألوان الصحراء وامتزجت روحه بمكوناتها حتى غدت جزءا لا يتجزأ من عالمه القديم والحديث فالروايات العربية تعود بتاريخ الحداء لزمن مضر بن نزار بن معد وهو أحد أجداد العرب إذن كما يقول في هذا المقطع تعود إلى زمن هذا الرجل العربي القديم تعود إلى مئات السنين طبعا فيها فن الحداء أو فيها هو كان تعرض لإصابة في يده وكان يردد عبارات معينة وبعد فترة اكتشفوا أن الحيوانات اقتربت منه وأصبح فيه نوع من الانجذاب لصوته وكذلك لترديد الكلمات التي كان يقولها لنكمل معا ماذا يوجد في هذه القصة التاريخية اتسقط عن بعيره في أحد أسفاره فانكسرت يده فجعل يقول وهو من أعذب الناس صوتا يا يداه يا يداه فتجمعت الإبل حوله وطاب لها السير معه فاتخذ العرب قوله ذلك حداء برجز الشعر وكان ما قال يعني الآن أعزائي الطلاب والطالبات أصبح هناك شيء اسمه الحداء فاتخذ العرب قوله الحداء يعني هذا الحداء نعرف لماذا سمي بالحداء طبعا كان يردد عبارات معينة بسبب الألم بسبب تعرضه لتلك الإصابة فكان صوته يعني يختلف عن صوت الشخص العادي حينما يتحدث ليست نبرة عادية وإنما نبرة كان فيها نوع من الألم وكان يردد عبارات معينة لنسمعها معا أول الحداء وقديما قال الحادي يا هادية يا هادية ويا يداه يا يداه وحتى يومنا هذا ومسامع الإبل تتشنف بأجمل الأصوات حداء وترجيعا هنا نعرف أن الإبل انجذبت لحداء هذا الرجل وتأثرت بنبرة صوته وبأدائه لتلك الكلمات نكمل معا هذا المقطع تطرب له وله تستجيب الفن الأدائي عزيزي الطلاب والطالبات أن الأداة الرئيسية والهامة في الفن الأدائي هي الجسد الذي من خلاله يتم التعبير الحركي والفني والجمالي هناك أيضا أدوات أخرى يتم توظيفها بغرض الإنتاج للعرض الأدائي مثل الموسيقى والمؤثرات الصوتية وأيضا الفنون التشكيلية من رسوم وخلفيات وكذلك الأعمال الفنية المصممة للديكور طبعا هذه كلها مدعمة ومساندة للفن الأدائي تكون مرتبطة مثلا بالمسرحية الذكات تاريخية يكون الديكور تاريخي الموسيقى تاريخية المؤثرات الصوتية المسموعة كذلك تكون تاريخية فيها صوت الرياح أو صوت الرمال أو كذا فهنا كلها تكون مرتبطة ببعضها البعض في وحدة واحدة فنية جميلة جدا طبعا نكمل معنى عزائي اللي هو فنون الإضاءة والتقنية مهمة جدا في تسليط الضوء على العناصر المهمة في العمل الفني الأدائي بهذا أعزائي الطلاب والطالبات نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الدرس وإلى أن نلتقيكم في الدرس القادم إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر